مساء الخير منصوب القلق اخذ بالارتفاع على امتداد العالم خوفا من تمدد متحور اوميكرون ذات المنشأ الجنوب افريقي وبدفع من هذا القلق تتأهب الدول غربا وشرقا وجنوبا وشمالا لخوض غمار جولة جديدة من التدابير الاحترازية والوقائية ولسيما ان المعلومات عن طبيعة هذا المتحور ما زالت شحيحة لبنان ليس بعيدا عن هذا المشهد وسلطاته الصحية ترصد التطورات الاوميكرونية متسلحة بواقع عدم وجود رحلات جوية مباشرة بينه وبين مسقط رأس المتحور الجديد جنوب افريقيا والبلدان المجاورة لها ومع ذلك ثمت تساؤلات عما اذا كان هناك حاجة لفرض حظر على سفر القادمين من تلك البلدان تساؤلات تحسم الاجوبة عليها في اجتماعا للجنة الامراض المعدية في وزارة الصحة غدا بحسب ما اعلن وزيرها في رأس الابيض لبنان الذي ينشغل بالمتحور المستجد لجائحة كورونا يبقى ابنائه طعما لجائحات ازماتهم الكثيرة سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وقضائيا والتي لا لقاح شافيا منها حتى اشعارا اخر وانطلاقا من هذا الواقع حذر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل من انه لم يعد يحتمل ابدا التجاهل الرسمي لحال الانحذار المتسارع في الوضع المعيشي والاجتماعي الاجتماعي وفي كلام خليل دعوة للحكومة لاجتراح الحلول وتصويب المسارات القضائية والسياسية التي اعاقت اجتماعها في الاسابيع الماضية كما فيه رفض لبقائها في موقع المتفرج على الصعيد الانتخابي النيابي تحذير من البطريرك الماروني بشار الراعي من محاولة ارجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية واسرار على حصولها في مواعيدها الدستورية